السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين اسأل الله تعالى ان يحفظنا وياكم من كل سوء اسأل الله تعالى ان يبارك فينا وفيكم ويجمعنا وياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى يوم القيامة في جنة الفردوس قولوا جميعا امين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والى لقاء اخر باذن الله تعالى الاختة نور خليدة الرحمن كتقول لك هل يجوز ان نشارك الوالدين والاخوة في القرآن الكريم وهم على قيد الحياة نعم ممكن ان نشاركهم الفضل ربنا هو الرحمن الرحيم الفتاح الكريم اخر سؤال من اختة رضاك ابي كتقول انا مظلومة ومالقاش لعوني بنتي انت مظلومة كرري لا الانه الا الله وكرري لا حول ولا قوة الا بالله ينصرك المولى عز وجل لك ظلمك ما بغش يحشم قرع لي اية الزلزلة يخلق الله له فتنة من نفسه اذا زلزلت الارض زلزلها رب عز وجل يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين اسأل الله تعالى ان يحفظنا وياكم من كل سوء اسأل الله تعالى ان يبارك فينا وفيكم ويجمعنا وياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى يوم القيامة في جنة الفردوس قولوا جميعا امين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والى لقاء اخر باذن الله تعالى الاختة نور خليدة الرحمن كتقول لك هل يجلس ان نشارك الوالدين والاخوة في القرآن الكريم وهم على قيد الحياة نعم ممكن ان نشارك بالفضل ربنا هو الرحمن الرحيم الفتاح الكريم اشتركوا في القناة